موجة جديدة لسيل من الإرهابيين في الشمال السوري نحو منطقة حلب وحماء الجيش السوري يواجه تعزيزات عسكرية وهجوم مضاد بدأ يأتي بثماره في الميدان مرحلة جديدة من محاربة الإرهاب بعد هدوء دام أربع سنوات كيف يبدو المشهد وما هي آخر التطورات على الساحة السورية غيرت التحركات العسكرية حول حلب لأول مرة منذ أكثر من أربع سنوات خرائط السيطرة ومناطق النفوذ في شمال غرب سوريا وحركت حدود التماس بين جهات سورية محلية متصارعة وقوات إقليمية دولية منتشرة في تلك البقعة الجغرافية وتشي سخونة العمليات العسكرية بأن الهجوم قد يتمدد إلى كامل الشمال السوري وينذر بإشعال جبهة شمال شرق البلاد الخاضعة لقوات سوريا الديمقراطية المدعومة من قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية بحسب مقاطع فيديو وصور نشرها مشطاء محليون على منصات التواصل الاجتماعي وصلت الهجمات لمدخل مدينة حلب الغربي بالقرب من حي الحمدانية العريق كما أصبحوا على بعد بضعة كيلومترات من بلدتين مبل والزهراء وهما بلدتان شيعيتان يتمتع فيهم حزب الله بحضور عسكري وأمني قوي هناك إلى جانب قربهما من بلدتال رفعت الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية المدعومة أمريكيا ما ينذر بتوسع وتمدد المعارك القتالية نحو كامل الريف الشمالي لمحافظة حلب ثاني أكبر المدن السورية من جهتها أصدرت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية بيانا دعت فيه إلى عدم تصديق ما ينشر من شائعات وأكذيب تتعلق بالوضع الميداني أو تمس القيادة العسكرية وفي الصياق أفاد مصدر عسكري من وزارة الدفاع السورية بوصول المزيد من التعزيزات العسكرية إلى ريف حماس شمالي تضم أفرادا وعتادا ثقيلا وراجمات صواريخ لدعم وأسناد تقدم قوة النظام السوري وأضاف المصدر العسكري أن الطيران الحربي السوري والروسي المشترك يكثف ضرباته على محاور تحرك الإرهابيين الفاريين ومواقعهم ومقارهم ومستودعات الأسلحة والذخيرة التابعة لهم محققا إصابات مباشرة وموقعا لعشرات منهم بين قتيل وجريح وبحسب صحيفة الشرق الأوسط تشير المعطيات الميدانية لمعركة حلب إلى أن الحدود التي ستشعلها المرحلة المقبلة لن تكون كما صادق عهدها بعد اتفاق سوتي 2020 بين الرئيس التركي أردوغان والروسي بوتين ومنذ أربع سنوات لم تتغير حدود السيطرة بين الجهات السورية المتحاربة والجهات الدولية الفاعلة تجدر الإشارة إلى أن روسيا وتركيا كانت قد اتفقت في أذار 2020 على تفاهمات تكرس خفض التصعيد ووقف إطلاق النار شمال غربي سوريا بعد سنوات من دعم موسكو للقوات الحكومية السورية بقيادة الرئيس بشار الأسد ومساندة أنقرة لفصائل مسلحة معارضة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر